أهلا بكم من جديد يستمر الجدل السياسي في الجزائر حول تعاطي الحكومة مع ملف الاحتجاجات ضد قانون الموازن لعام 2017 اتهمت زعيمة حزب العمال اليساري الجزائري الويز حنون اتهمت الحكومة بتهديد الأمن الوطني واصفت في تجمع شعبي الهدوء الذي عاد إلى بعض الولايات بالهش تقرير حسان تكالي حي باب الواد الشعبي بالجزائر العاصمة كان شاهدا على حالات احتجاج صاخبة ضد قانون الموازنة الأخير وما تضمنه من زيادة في الضرائب مظاهر الاحتجاج وإن اختفت هنا إلا أن حالة الامتعاض من الأداء الحكومي تبقى قائمة سلسلة الاحتجاجات تلك والتي بدأت في مدينة بجايا شرقي البلاد بحر الأسبوع الماضي وامتدت إلى محافظات قريبة منها على غرار البويرا وبومرداس والعاصمة الجزائر وضعتها الحكومة الجزائرية في خانة محاولات تهديد أمن البلاد واستقرارها وهو تفسير لا يقنع متابعين للشأن الداخلي بل إن دوائر معارضة اتهمت الحكومة بانتهاج سياسة الهروب إلى الأمام بدل الاعتراف بحقيقة الوضع الاقتصادي ومعالجته بطرق أكثر عقلانية هذه التهديدات هي في النهاية محاولة من الحكومة لتغطية فشلها الذريع في تسهيل أزمة الاقتصادية والمالية خصوصا أن كل الأزمات والمشاكل المعقدة في الجزائر تجد شماعة التدخل الأيدي الخارجية الاحتجاجات الأخيرة ليست الأولى من نوعها في بلد عرف الكثير من الاضطرابات منذ نهاية الثمانينات فقبل نحو ست سنوات شهدت المناطق ذاتها تقريبا احتجاجات مماثلة ومصحوبة بمواجهات استلح على تسميتها حينئذ بثورة الزيت والسكر لكنها سرعان ما هدأت غير أن تكرار مثل هذه الاحتجاجات والمواجهات يستدعي وفقا لمراقبين فهم الأسباب الحقيقية وراءها فيه تضيير فيه ضعف الحكومة فيه عجز التواصل لكن البديل وش هو تخريب الحرب؟ أبداً أبداً هذا طريق مظلم طريق شفناها أين أوصل الليبيين أين أوصل السوريين أين أوصل اليمنين أسبوع تقريباً بعد اندلاعها تراجعت مظاهر الاحتجاجات الرافضة لموازنة 2017 لما تضمنته من زيادات في الضرائب كضريبة القيمة المضافة التي ارتفعت من 17% إلى 19% فضلاً عن ارتفاع أسعار الوقود ما تسبب في ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية في ظل توقعات بأن العام الحالي سيكون عام الاحتجاجات حسام تكالي التلفزيون العربي الجزائر